سبور شيك مع أمين جلنزا الأخيرة من المرحلة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى سعود سيسس لمرحلة البلايوف نزول هلال الشابة وافتكاك الترجي للصدارة من النجم الساحلي طبعا هذا كله في المجموعة الأولى هل تتقدم المغرب بملف مشترك مع السعودية لاستضافة المنديال؟ الأهلي ينهزم بربعية ضد الريال نصف نهائي المنديال الأندية الترجي يواجه شباب الوزداد على أرضية خمسة جويلة الملعب اللي تم انتقاده بشدة في الفترة الأخيرة وأيمن عبد النور يوسيم في تأهل فريق وروداز للربع النهائي في كاس فرنسا سبور شيك من ماضي ساعتين للماضي ثلاثة مرحبا شو معكم أمين جلنزا في الميكرو نور في الإخراج ويسيم في العداد يهيب ويمان في اليفام تيفي وماما القربي وماما الوسلاتي في السوشيل ميديا ويحذر معايا كالعادة رمز من رموز الضاحية الجنوبية خريج المدرسة الألمانية اللي هو شعبية واسعة في كاملن حق العالم العربي فرنس بيكينباور كابتن خالد حسني مرحبا بس فرنس بيكينباور عليها كابتن فرنس بيكينباور انت أحكيه لعليك إليغان لكن عندك إليغانس بس فرنس بيكينباور كابتن مايباس كابتن؟ مايحد عمل مرة تيتر في السبور يا سبور اللوم مصا ان سموقيگ اللوم مصا ان سموقيگ اللوم مصا ان البناي يطلب سم اعمال سموقيگ وليكم بعض لسبت كارير كم دفنس بيكينباور لما تقول انتي لكي لكي يبيك من سموقيگ ماشا الله. والبارح في ماتش كبير. آه ماتش كبير. ماتش كبير وخاصةً معناه الخصوصية تعامات تعلوين مو باريسان جرمان في خصوصية كبيرة وبدأ الماتش في السيبورتريت. بدي قبل بنارين. وحاصير ودي فلام وكذا. بارح سجلت أحسن في الماتش خمس وستين الف وثلاثمية وتساو واشارين. سيته الركور بور ويتيم دو فينان دو كوب دو فرنس. معنى ما يعملوها كان في الفينال وانا عجبتني كلمة واحد قالك تولمون دا مويسو مايو لكلهم بلوا مراولهم وانت حكيت على بطل المباراة امشي قولك على بطل المباراة ما فهم عجبتني الفراس قالك لكلهم يا محمد بلوا المراول تاعهم في التيران في التيران وفوق المدارش البرح معنى سيتان فولكون بوركين بوركين لا بوركين محليك الفيرو درون محليك الواحد سي اوترو شوز مارسي به هذا من ناحية اخرى دا كوردو البونتو ايت باو شوتو البونتو ثاني تاع مالينوفسكي شي كبير ملا بونتو ملا ريبريزو ملا كذا ميك يتسوف الجمعية تروكار ديوماج تعم في بريسينك وقتها تعرف تقول فما فما حاجة وراه ذي حاجة وراه ذي البرح نس كل قالوا احسر ريكريو في مارسي هو كارلو سبينيولي سبينيولي كارلو سبينيولو بريبانتر فيزيك بريبانتر فيزيك قعد سبع سنين في مونكو اخدم مع رانياري هز مع الشامبيناق واخدم مع جاردين بخلاف خدم في اجليتيرا وتأهل لنصف النهائي للشامبيز ليك وشيقولوا معناها الملاعبية الملاعبية قولك شو معناها ولينا ننهيو الماتشوات خير من الادفيرسير وعمرنا ما نحس ورواحنا تعب عنين اخر الماتش دونك معناها واحد قارة وعمل منها ينوز معناها كيفش قولي خطر كي تشوف مارسيه طوو معناها ستول بارح توقع دو ماتش البريس حتى في الزن طيح من البريس معناها البارح لاميسي لينيو نايمار ملقا كلاين ما روفين كابتن بالعداد البدني والعمل البدني الشيق رجاء بارش بارش ملاعبين القاو متاعب كيمشي وليس كارلو تسيريه بارش بارش مارادونا حكي زاد على على المستوى البدني كيمشي لنابولي قال زادت ممكن خمسة أو لستة كيلو مشكل وقتها معناها في إيطاليا سمعني معناها في إيطاليا لا لا وذوم كيف كيف قال لك سباح قبل ما تمشي الترينة مع كارلو سبينيولي مش مريك معناه احنا نتكلموا يا سر على الزنطرونير وعلى واحد ما يفهم ناس من تالي قعد تخدموا عمل جماعي كابتن معناه كتشوف الجمعية معناها فكل فكل بريسانس فيزيكا ذيك تقول فما مراهم وأنسان هو ذي مراه كارلو سبينيولي رجل الأعمال ينافس شركة المراعي السعودية وشركة بلدنا القطرية القناس مرعب الحراس مرحب سيتي مرحبه مرحبا بك مزيل 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 حظرنا سوربريز دي جاتي بالمشوية إن شاء الله مرحبا بيك دار الظيافة دار الظيافة دار الظيافة السيتي وليد زي انتي تفرجت على والله يشوف أنا تفرج فيهم للزوزة ما شوية بركة اللي شدني شدني في ماتش اليونايتد والليد زي أخويا ماتش يعني متكامل متخلي متنجمش تبدل عليه متنجمش تبدل متنجمش حتى لا لا من اللول بديت بالخطر كلمني أنا القربي يقلي تفرج فيه آه أخطر عليك خطر علي بيازي قلي بيازي تشوف البيازي اللي يطير لاتنشون تاحهم هي منايمار وميسي والليستار مي فوليوم دي جو البارح آه التشويق كل شي تصور انتي اللي دز خاسرة ويعني آه تي اليونايتد خاسرة ثلين بلاش وهما مو عندهم أمور تاريخية بناتهم عندهم آه مشاكل تاريخية بناتهم هو الزوز يعني كدربي دربي متاع مشاكل شفت كلاسيكو مش دربي باو مش فرد مديني أخطك دربي تع مشاكل كلاسيكو مع مشاكل ليد سراي جمعية كبيرة لدي نتي مش حتى نفس الكلاس موتا ولاخل دي سات ولاخره كاتريام ولا سانكيام لدي كبير لكن تشوف المتش الليز من اللول ربعا بحثنين بلاش ودوميني في اللعبة يا صحيح أنتوني اللي أنا عندي إيانا أقوى جوار تويك ومش بلاستو في الواحد أقوى جوار أنا التكنيك كتكنيك مي ناقصة باش انتقادات على سلو لاني خطك مش بلاستو أنا مثلا تحطو في البرصة في المرضومة بتاع البرصة وتحطوه لبي اس جي تويك أنا كان أخذوه في عوض دي مارية أنا أكيد لك يعمل كريير آخر قبل تحكي دي مارية قبل دي مارية دي مارية دي مارية هو في البي اس جي أنا حكيك الدي مارية في بي اس جي هو توني وقتالي كم في بي اس جي اي 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 ممحا هنا هنا ونمشي اي ومانوش برشا ولا في الريال ساحيتي من زي الكل يلعب هو يعكي على في اليوف في اليوف كيف افهمت دوزيان ميتون تشوف يعني تبدلت كريمون وملا رشفورد ملا تاكونت وملا تاكون يا أخويا ملا تاكون مش مام اخو حقو دوزيان دو ومراسفورد جا بعد بعد كأس العالم فورما غير عادية كوالي معني الصحافة الانجدزية كله الجماهير فرحانين من المرى تشوف التشويق تشوف كذا تشوف يعني حاجة ماتشي ماتشي ميخليكش حتى مش مش تخدم تعمل قذية مش عالم ماتش ماتش عالم كيما المباراة الجولة السابع ايام البارح من الاربان الثربة الأولى خاصة نحسب مجموع الولاي قعد التشويق لاخر اللحظ نحيح تنجوم السوبر ريج السوبر ريج الاوروبي المشروع الذي فشل منذو اشهر يرجع السوبر ديج يعود الريال البرسا اليوفي تصلوا بخمسين نادي كابتن من اجل عودة سوبر ليج لتعويض الشامبينز ليج سوبر ليج ليج ليس كما في الافريق قالك سوبر ليج بشي يبقى بالتوازي مع الشامبينز ليج قالك المشروع فيه درجات متعددة يعني ليس درجة واحدة من ستين إلى ثمانين فريق لم يكن في رقق قر مربيح خيالية اسوام خيالية اسمعناها على الأقل المصدر هو صحيفة التليغراف البريطانية السوبر ليج رغم معارضة لوافا رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لكورة القدم كابتن تراه مشروع قد يرى النور في الأشهر القادمة ستا بروجي معني هم كل مرة يرجعوا ولكن أنا نظن ما عندوش ما عندوش الأغلبية معني شو إذا مش تعمل سوبر ليج وشاب يزديك معني يسو لعب قالك لتعويذة شامبينزليجة يبق بالرغم وبره وعندك سسما لورو عندك معنى كوب ديماند وعندك وعندك نوفا نيشنزليجة وعندك ملعبية مشو اللي يروبو مشو ولي مكينة مشو ولي فوتبول معنى دي يروبو يلعبو مش معقول معنى يدي كل علش الكورة معنى تشوهت بغول غول هو الفلوس الغول هو تقول لك يا أخويا ما اللي يحسب لو يحسب الروح ويفضل ولي فاشي يقول ونس تقول لك خطر المعنى البريمية عنده قد 6 مليون 6 مليون 10 مليون دو دولار في سيبر ليجة أفريكان ولكن يا أخويا وين بلاست اللاعب الجماهير وين هي كابتن سيدي يقول لك أنا المستثمر يقول لك أنا الملاعب مثلا تخلص فيه فهمتني واثرت الماما يجب عليك يبدن عنده حدود كنت تنهوي رياضات أخرى مثلا نبقوا نعرف المقارن لا تجوز بكور وكور تسلة مثلا في الانبيئي يرعبوا في السيزون ريجولير 82 ماتش بعد يرعبوا بلايوف معنى الاسباب تجارية معنى المباريات على بعضه معنى كل ليلة ترعب ماتش نهار بعد نهار برشة معنى انتي نفس الايقاع نفس الانتونسيتي نفس الديويل نفس الوقت على المباراة نهار فأبني كل مسابقة وعندها إكراهاتها ولكن أنا ضد ما نفهمتش حق سامحوني سيدة المستمعين ما حكيتش جواب حكيت انتي على الفلوس بسبب تجاوزات المالية منشستر سيتي مهدد بالإقصاء من كل الرابطات مش بشي تايحو بركة معنى الشامبينشيب من البريمير وغورديولا عليقته أصبحت معقدة مع المسؤولين بمانو غورديولا صرح قال انو حكيت مع المسؤولين قتلهم فما مشكل فما حاجة قالوا لوليرا ومور مريقلة غورديولا بتصريح آخر قال نهارة اللي تكذب علي راني أنا من غدوة نغاتر شوف هو قال غورديولا سي هو غورديولا لوقت لعمل الدكلاراسيون قال اللي أنا راني عندي ثيقة في البيرو وعندي ثيقة في المسؤولين اللي هم قراب ليهم يعني أنا أحكي علاقة شخصية قال قراب ليهم ما نظنش إلي تصف تلاعب فما كذا قال لجور اللي أنا باش نكتشف ولا أي تلاعب وأي حاجة تمثلي أنا بكرياري تمثلي أنا بتيترواتي يعني هو يحكي على كارييرو الشخصي وعلى إنجازات وفي اللي قال أنا أنغادر ويعني يحمي في روح وقت أول حاجة وهم نحن في الأوروب ما كتعرف في الأوروب ما عندهم مش كبير وصغير ولا جمعية كبيرة ولا أنت تغلط تتخلص الموضوع الموضوع رأى مش أول مرة رأى هو هدو هدوها سيتي باش معناها يتردوها خاصة كان العقاب في 2020 صارت لكن رأوا شو عملوا أنكات أربع سنوات والنتيجة لأنكات هذه جاي وشوفوا النتيجة التي اخترقت وانتهاكات مالية مئة مرة والدوسي الكبير الكبير أنا دوسي منتشيني منتشيني في العلن ياخو مليون وستمائة ألف مليون وستمائة ألف يورو في العام ولكن تحت الطاولة ياخو في مليون وتسعمائة ألف تدخلوا زو زملين كيفاش ياخو في فكا تفيرانس جاي وشوفوا يلقوا تلاعب واحتيالات موش عنا بركحة هم يحتيال معنا يحتيال في النجاو جاي وعملولوا كونتراك كاشنو موش يضحف كمحلل في الجزيرة رياضية سودي يزعب يعملوا الوكا تثمائة ألف وذي وغروف العرب ومرة كان تثبت على سيتي كل الخروقات والانتيحكات وخاصة معناها برشا نوادي في انجليترا يطالبون بطرد سيتي من البريمير ليغ وين الخطورة كان يصير هذا القرار أن سيتي تتيح عليه خاطر معاج تتيح كبت لا تتيح إذا ما عادش عندها معناها إذا قرروا الانجليز وقرروا فير بلاي فينانسي انتهى الأمر بلعبوش برخ نخطمو بي قبل ما نخرج فاصل مستثمر قاتري ينبي شراء منشستر يونايتد قيمة النادي ستة مليار جنيه استرليني لكن العرض أقل شوية لتعطاء الجليز الفامي العائلة المالكة لفريق منشستر يونايتد في قرابة الخمسة مليار جنيه استرليني بين 4.5 وخمسة مليار جنيه استرليني منشستر يونايتد يناجم يتباع منشستر يونايتد على خطاء ممكن بي جي بشي يكون تحت مستثمر قطري كب شو ريت هالأمور هذه المالكي الأندية والناس تستثمر شو باع خلينا شوفه كانت سوف انتي يكون 80% من النوادي الإنجليزية معنا ملك ملك أجانب ملك أجانب بروز ده ملياردير به انتي قلت لي ماشستر يكون سياسة بخطر الأخرى معنا سي تي الأخرى عند الإمارات عند شيخ منصور بن زايد النهين خطر هو يقول الرئيس ولكن هو يقلقوا شوية كذا وأنا سمعت كلام آخر زاد أن في فرنسا كيف كيف فما إماراتيين أو سعوديين يحبوا يشري مشكون مرسي معنا بيش تولي كيرانس ديما الكلم هذين نسمو فيه منذ أكثر من عام كابتن سمعنا برشا كلم على مستثمرين سعوديين ويشري فما تجارب مثلا كيم السيتي كيم مانشستر كيم بي اس جي فما استحسان يعني حتى الجمهور الأوروبي من النتاج اللي عملتها المستثمنين العربيين يعني 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 فاصل و بش نحكي على المغرب وال تنظيم مونديال 2030 منتظر ملف مشترك شنية الحقيقة شنية الحكاية بعد فاصل نحكي تقيق على يفام نحكي على تنظيم مونديال 2030 والملفات المنتظرة والملفات المترشحة لتنظيم المونديال فمازوز ملفات إلى حد الآن ملف من أمريكا اللاتينية في الأرجنتين الأوروغويل والبارغويل والشيلي ملف أوروبي في إسبانيا والبورتغال معهم أوكرانيا نعرف لماذا تم زيادة أوكرانيا كابتن وإضافة أوكرانيا لكن اليوم خرج خبر على وسائل توسط اجتماعي فمواسيلة إعلام مغربي حكيت على ملف مشترك بين المغرب والسعودية شنو رايك كابتن في الفردية هذي تبدو غير منطقية نوعا ما نظرا لبعد المسافة بين المغرب والسعودية تقريبا سبع ساعات بالطيارة أو ثمانية ساعات بالطيارة شو شو خلينا أنا سأبقى على استنتاجي تعلق وكي دوت الارجنتين شيلي البراغوي مهك ولا هذو ما الزوز اللي بيش يكون فيهم معناه الحسن شو البرتوغال جيت عملي مع أوكرانيا كابتن بالرغم اليوم عملو الاستقبل في بريكسيل سيسم وزيلنسك ما عندك شفكرة معنين اما شو ماني ارجع للويق الحرب برايسة تدوب شو أوكرانيا معنى كي ما قلت انت اكثر كنوتاسيون بوليتيك اكثر منها طبعا ماهل التحق من المعلومة والاخبار المغرب والكواتور نمشي مباشرة للمغرب مع الباحث في السياسات الرياضية دكتور منصف اليزغي دكتور مرحبا مرحبا وسهيد بالتواصل معكم على الإداعات التنسية شكرا لك دكتور احنا زد السعادة بحضورك معنا دكتور المعلومة او الاخبار اللي يقول ان المغرب يعتزم تقديم ملف مشترك مع العربية السعودية الاستضافة مونديال الفين وثلاثين معلومة شفناها على وسيلة اعلام مغربي على وسيلة التواصل الاجتماعي ما مدى صحة هذه المعلومة اللي تبدو نوعا ما منطقية لعدة عوامل وعدة أسباب بداية يعني نحترم مصادر هذه الوسيلة الإعلامية ونحترم ما كتبت حتى لا ندخل في مسألة الطعن فيما كتبت لكن ربما يتوجب أن نضع الأمور في سياقها وأيضا في موضوعيتها بداية عندما نتحدث عن ملف مشترك بين المغرب والسعودية الأمر لا يأخذ بقرار في الانتحادين أو في غمر حماس بل يأخذ على مستوى من طرف حكومتين لأنه الأمر يتعلق بانتزامات كبرى بين بلدين بدليل وأنه حتى المقترح المقدم من السعودية هو باحتضام كأس العالم 2030 مع مصر واليونان من أجل لعب ورقة ثلاث قرار بل أنه حتى جديدة اليونانية قدمت بعض تفاصيل وقالت بأنه السعودية تتكسل ببناء 5.5% بالمنشآت التي توجب برائها في المونديل على أساس أنها تستضيط 5.5% من مختلف المباريات هذا طرح سعودي إذن هناك ملف مشترك واضح تم النقاش حوله في نقائل بين محمد بن سلمان ورئيس الحكومة اليونانية وهو أمر رائج وتناولته صحف سعودية وصحف يونانية وأيضا مصرية إذن هذا الأقرب إلى المنطق ربما ولو أن الأمر يجمع بين ثلاث قارات عندما نرى نيفة أخرى كما ذكرتم هناك ملف رباعي أرجنتين أوروغويل طريق واي وشيلي هناك إسبانيول بورتغال الذي يبحث المغرب أن يكون لديه تنظيم مشترك مع هذين البلدين بحكم القرب الجغرافي وأيضا بسبب أنه الأمور تعقدت على مستوى تنظيم بحكم 48 منتخب وأيضا أنه قطر وروسيا رفعوا سقف تنظيم بشكل عالي جدا ثم هناك بريطانيا والقادم الذي ربما قد يحرق المفاجأ وهو الثين على اعتبار أنه الفيفا تبحث على خلق أسواق جديدة واستفادة من بعين اقتصاديين جدود إذن بالنسبة للمغرب والسعودية في طعب لعدة اعتبارات الاعتبار الأول هو الفارق الزمني والفارق الجغرافي وغياب أي تنسيك الآن وغياب أي إشارة سواء من بعيد أو من قريب في هذا المجال إذن هو خبر بشكل يعني صارم أقولها خبر لا أستل هو مستحق لأن الأمر ليس مسألة حماس وليس مسألة نقاش عادي بل هو نقاش يتوجب أن يسمى على أعلى مستويات ويتبعو الأصدراء بشكل رسمي علما أنه كما قلت لك حتى لو كان شكل رسمي فربما ستكون خطوة ليس في محلها به دكتور تعتبر أو حسب رايك المغرب هل سيتقدم بملف لوحده لسدافة المونديال أو يبحث عن شريك كما ذكرت إسبانيا وبرتغال سيتقدم مع أوكرانيا لأمور سياسية لإستمالة ممكن الرأي العام الغربي نعم شوف عزيزي هو بالنسبة للمغرب أصبح معروفا بأنه أكثر البلدان التي قدمت ترشيحها ولم تفهم هل سادس مرة كان بشي قدم 2030 سادس مرة تماما سادس مرة أول مرة قدم وضع ترشيحه في 1989 أجل المنافسة على مونديال وعلى ذلك كان 98 2006 2010 و2016 والمغرب كان قريبا جدا في 2010 إلا بعد حدود ما حدث يوم 15 ماي 2004 في سويسرا وذلك من فضح في عدة أفلام وثائقية وبرامج وثائقية وشارت أيضا وجود بعد المسائل الرشاو التي حضرت الآن المغرب عندما يتحدث على تنظيم 2030 المغرب كان واضحا 2018 يونيو 2018 بعد إعلان نتيجة فوز الملف المشترك بين كندا والولايات المتحدة الميسيك تضر بلاغ من الدول الملكي يقول بأنه المغرب سيتابع في الفوز بالتنظيم وقال بأنه يضع ترشيحه من الآن لـ 2030 إذن على أعلى سلطة من البلاد الأمر واضح هو أنه جدي أنه المغرب مرشح لـ 2030 لكن المعطيات خسلتت ما بين أول ترشيح 2018 و2030 أولا زيادة عدد المنتخبات شكل كبير جدا ما يتطلب على الأقل على الأقل أن تكون 12 ملعبا بمواصفات عالمية في السابق كان المغرب يراهن أنه ممكن أن يضيف أربعة ملاعب على حسب أنه تقريبا عنده خمسة إلى ست ملاعب جاهزة الآن نتحدث عن 12 ملعب بمواصفات عالمية النقطة الثانية وهي أنه عندما تابعنا مونديال وروسيا وقطر ربما ونا شخصيا كنت في هذين المونديالين يعني ربما الأمر أصبح لم يعود مقتصلا عن الملعب هذا خطأ كنا نرتكبه جميعا وأنا واحد من المتحمسين المونديال وكنت أرتكبه عدة مغالطات في تصريحاتي وكنت أعتبر أن المونديال يساوي الملعب الأمر أعمق من ذلك الأمر يتعلق بقبول التقاطات أخرى التي تحضر عندك في بلدك بكل تمثلاتها وبكل مدهوراتها ثم أيضا الجال المتعلقة لبنية التحتية التي يوجد أن تكون في المستوى عالي إلى غير ذلك وبالتالي بدأ يظهر لي شخصيا بأنه أستقطعالي جدا هذا ما يفيد بأنه المغرب في سالح أن يدخل فيه ترشيح المشترك مع المغرب مع إسبانيو والبرتغال التي ربما تحاول كما قلت سيد الفاضل بأنه تحاول استمالة رأي العام خلال تقديم أوكرانيا علما أنه هو ترشيح غير موضوعي بحكم أن أوكرانيا في يعني ربما أوضعها مختلفة أوضعها يعني اقتصاديا ربما بعد الحرب إذن المغرب لم يعد أمامه أن يستضيف المونديان لوحده صعب جدا وإنما أقول مستحيل وإن كان سيستضيفه لوحده فأنا أقول شخصيا كمغربي وأريد هذا التنظيم منذ سبب السابق أقول بأنه سيكون كاركة على المغرب وربما من الأفضل أن يتم توجيه هذا الجهد إلى جانب آخر أما إذا كان تنظيم تولاتي مع إسبانيا في البرشغال فأعتقد أن ذاك سيكون منتقي إلى درجة أنه حتى لاحظنا الولايات المتحدة تقدمت وهي أقوى قوة عالمية تقدمت مع المكسيك وكاندا إذن هذا الجانب ربما يحتاج نقاش أكبر وليس يجب أن يكون الحماس والحمس فقط طبعا الواقعية مطلوبة خاصة في مثل هذه الملفات المهمة بكأس العالم للأند يا دكتور كان فيما استياء نوعا ما البارح من تشجيع الجماهير المغربية للريال مدريد على حساب الأهل نعلم أن ريال مدريد فريق له شعبية جارفة في كامل العالم العربي لكن شفنا على وسائل تواصل الاجتماعي نوعا ما من الاستياء بما أن جماهير المغربية عديدة مالت لريال مدريد نعم أنا أقول لك أمر أساسي أنا قبل بعد حضور أهلي إلى الرباط عندي أصدقاء إعلاميين في الوافق الإعلامي ودعتوا جلست حتى بعد أعضاء مجلس إدارة الأهلي وكنا نتحدث وقلت لهم بصراحة العبارة قبل انطلاق المباراة بثلاث أيام منذ حضورهم يوم الأحد الماضي قلت قلت لهم مواضح لا تنتظروا أن تعيشوا نفس الأجواء التي عشتها في مباراة طنجة أمام السياطل وأمام أوكلاند أوكلاند نيوزيلاندي الأمر مختلف هنا الجماهير المغربية يقتنى التذاكر نصف نيائي والنيائي بدون أن تعرف حتى من سيواجه هذا الطريق بل أكثر من ذلك أنهم حتى في حال يقصاء الولاد فهم يقتنوا هذه التذاكر الأمر بسيط جدا الأمر يتعلق بعلاقة تدري أزيد من قرن لأول مرة زارت فرق إسبانيا وهي الأتليتيكو وريال مدريد زارت المغرب كانت في 1922 وزاروا منطقة التي تجد في شمال المغرب والذي كان خاضعا للحماية الإسبانية بل أكثر من ذلك حتى يعرف الجمهور أمر أساسي هو أنه فرق المغرب الشمالي كانت شاركه في الأقسم السفلة للليغة الإسبانية وبلغ أتليتيكو تيطوان بلغ القسم الأول وليس موسيم 51-52 وحضرت ريال مدريد والبشر وموجودة المغرب تماما حضروا في ملعب سنية ترمال بيت ونعبوا في الكاسم الأول أمام الجماهير المغربية ومنذ ذلك والجماهير المغربية تتابع بل أن حتى الجماهير الموجودة في الشمال المغرب تتابع القنوات الإسبانية تلتقط منذ ستينات ويتلتقط في المغرب وبالتالي تقافى التعامل مع الأمدير إسبانية ومتابعتها ومجارتها تفوق أحيانا متابعة بعض أفراد الجمهور المغربي للدور المحلي هذا أمر واقع وبالتالي عندما ما وجدنا ونتحدث مع زمالي الإعلام المصري وقلت لا تتفاجأوا الأمر أكوى من أن تقولوا يندير ضمن العروبة وضمن الجن المشترك وضمن الأمر أكوى من تلك الزواهير هي تعشق ريال مدريد وأعتقد أنه حبها لريال مدريد ليس شيئا فريدا بل أنه العالم منقس بين ريال مدريد وبرشلون وأعتقد أنه الجمهور المغربي حتى أنه البعض كان لا يجب على الإخوة المصرين أن ننزعج من هذا الأمر الأمر أقوى منا لأنه الأمر يتعلق بريال مدريد الذي نتابعه يوميا وربما نتابعه أخبار وأكثر مما نتابع أخبار الأندية المغربية منطقي مرة أخرى السياسة تطغى ممكن على الرياضة رينا تيفو أهلي ورسالة سياسية واضحة أثار تستياء العديد خلينا نقوله لا تقد من ستتيره إلا من هو معني بالخلاف المغرب رفع راية المغرب كاملة اعتقاديه في ملعبه يمارس حريته لم يتطور على أحد ويؤمن بقاضيته وكل من حضر في الملعب وكل من تابع تلك المباراة في المستوى الوطني الكل مؤمن بذلك الطرح ويؤمن بأنه المغرب له سيادة على صحرائي من لم يرضيه ذلك فدا كشأنه نحن إذا رفعنا تلك الرأية في بلد آخر قد نعاتب لكن نحن نصعها في وطننا وتلك بين قوسين هي مبادرة من جمعية محبية ريال مادريد في المغرب يعني الأمر مستقل عن الدولة ولم تكن هذه المرة الأولى حتى التي فوات الويدة والراجة التي لا دخل للسلطة فيها ولا تتدخل فيها وصعب أن تتدخل وسط الإنتراز تفرض عليه الأمر هم إحيانا يرفعون شعار الشعار الصحراء المغربية هذا أمر عادي جدا لأنه منذر ضمن التقافة المغربية وضمن التنشيء المغربي على أنه هي صحراء مغربية والمغربين شدادته في العمق إفريقي صحراءه وإيضا سيادته عليها إذن إذن زعاجة البعض اعتبرها أمر سياسي فأنا شخصيا هذا أمر غريب جدا لأنه هذه الخريطة التي ندرس بها وهذه الخريطة المؤتمدة في عدة بدول تعثرت باستحراء المغربية وبالتالي منذر أشفى ذلك نحترمه ونحترمون زعاجة شكرا لك دكتور سعدة جدا بمدخلتك معنا دكتور منصف اليازغي باحث والدكتور في السياسات الرياضية كان على ملف 2030 استضافة المنديال الملف المشترك ليبدو مستحيلا كما قلنا كابتن واتيفو اللي اعتبره البعض موسيق للجزائر موسيق للجزائر بما أنه تترق لقضية السحراء الغربية وخريطة المغرب اللي رينيها البيرح من جماهير الريال في المغرب هذي أمور سياسية خلينا جماهير الريال يعني جماهير الريال في المغرب خليت أحبي الريال في المغرب أخطعته سؤال إن شاءلت قالوا على الجمهور قالوا عنها جماهير في المغرب اللي تحب الريال مادريد وتحب الكوريا اسبانية من هذا هذا ما التصريح ما المباراة بنهار قالوا على الجمهور مش يكون في الوحد ده بقى شو يا أمين أخويا هنا كنت كم كنت وتمنى أن نبتعد مرة واحدة على الأمور السياسية بينزوز أشقاء هذه قضية معنيها متشعبة وعملت عداوة كبيرة ومحققشتها وكم كنت وتمنى ما واحد يحلم والله واحد يحلم مرة في حياته وقلت عليش باريك ضبط قبيلة نعرف شنو والاخر كواتور السعودية مغادية تيرا وكي جات الدنيا الدنيا ونس كله خيان فالمغرب الكبير وليس العربي مغرب الكبير فهمتي لجروم ما جراب والله طوانا طوانا منف مشترك بين المغرب الجزيرة وتونس وبركة اللي هو فيه نورنا وقال إنه زاد معنيها قدرنا والدباك ومراه 48 فريق مش 32 منطقي الكلام نقال وعنده حق بدلت المعطية 32 فريق في قطر 8 ملاعب لكن طوى 48 فريق على الأقل على الأقل كابتن أصناش الملعب أقل حاش وطلوا واحد ومور وكذا دونك هو باركة اللي فيه هذا الجانب راه بلد واحد لا يقدر على استيضافة 2030 امريكا وما أدراك يا كابتن أمريكا وما أدراك وضمت معها كندا والمكسيك حداش الملعب في أمريكا اثنين في كندا ثلاثة في المكسيك معنيه شي ضحك خدك لجريس على شرط السعودية تبني الملعب نستغلوا ممكن الموارد الكبيرة والفلوس اللي عند العربية السعودية المخصصة طبعا لمونديال 2030 نحكي كورة قدم الأهلي ينهزم أربعة وحدة ريال مدريد مالغريلي الأهلي لحقيقة محمد كنتفرج في الأهلي خاصة الشعود الأول لعبوا ندل لندل معنى الزوكورة قدموا بالكورة لا تخافوا ترى 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 بالحق ترى 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 لحقيقة أنا عملت مقارلة لما قلت كانت نحن فريق تونسي من نلعب شك مع ريال مدريد خاصة في الشوط الأول محمد أول حاجة أنا عكس كلامك كريمو أول حاجة أنا مشوفش الأهلي تلعب شوط له أول أنا شفت الأهلي عاملة لعب بلوك أول حاجة من من سيستام الآلي تفهم خايف من ريال مدريد قبل 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 المنظومة الفرضية متاع ريال مدريد أقوى على جميع المستويات لكن أنت في الآنترنور غلط من الخوف متاعه غلط برشة غلطات أنا شوف أنا شوف أنا مثلا أنت تلعب البلوك وحتى الكونتر اللي تلعب فيه مش مؤطر مش دقيق تلعب فم عشوائيات فم تخريج الكورة ومش سرعة تلعب لك أنت بلوك مسكر يعني بصيفة غريبة كثافة دفاعية بصيفة غريبة وتلعب لك وصلت لك رس رس وهددتك قداش مرة وكورة على البار وكانت عندها أريحية مش تصل لك لك كاجم تاعك تعطيها أنت يعني تفرغلها حبيت تلعب معها الند للند شا عملت فرغت أنت لعبت لتاك لكن على حساب الديفونس وكنت أنت تنسيت المنظومة الفردية سيرتو الهجومية قلت لك أقوى وعدة في العالم هذك اللي أعطاه ريال مدريد أرياحية متاع آن كونتر آن قويين ياسر قويين ياسر يزاد سهالة اللعب على ريال مدريد خطر ملاعبي من ريال مدريد يفسخ زوز عادي جدا معناه من فريق حتى أهلي أنت الثقل الهجومي بيش تشد فيه الديفونس متاع أنت العبت البلوك أول حاجة أول ما العبت العبت البلوك لريال مدريد خليت الديفونس متاح يخرج كورة كينو ديفونس كونتر التاك الزايد أم بلوس ما عندكش أنت اللي تعمل في الدوزيان متنون اللي تعمل الثقل الهجومي باش لاخر في تخرج الكورة صعوبة في تخرج كورة بلقي قدام كونتر التاك جاءت جاءت الريال مدريد في أول شاوت وصلوا حتى لسي متر إهدار فرص لا تحضر صحيح بالضبط لا تحضر هيتم سأل عما ريال مدريد كابتن كابتن انتي خاص خاص كابتن للمصري مثلا جاءتوا فرصة بتاع هدف لول بالرأس المدافع عبدالبوما جاءتوا عاو دخلوا دخلوا معنا وراو هكا دي سيني متاع الحقيقة متاع مش الحقيقة متاع فريق ما ما خافش وقع الميداني يفرضوا علينا ويفرض على استنتاج نتاعنا ياولادي رايال مدريد وما أدراك ياولادي كيفية تحبو كامشا القدام كما قلت على البرزيل وتونس كامشا القدام طوي يخسر كان قاعد في الوسط طوي يخسر كان قاعد التالي طوي يخسر في كل حالات بشخص بلوك مش بلوك مش كذا يعطيهم السلحة جارة والمباراة وتلك هي الحدود الله يلعبوا مع ريال مدريد شرف كبير ليهم سجلوا هدف وكانوا يسجلوا أكثر من هدف ولكن اللي يعجبني وانا قلت نعود لكلام تاع البارح ان شاء الله وقت نجدوه بل ما يلعب ذو دلقال قال احترم هذا النادي وعنده كذا وكذا ومش خوف روء احترام له خوف ولكن اعتراف بالقيمة بالقيمة تاع المنافس قيمة كبيرة يسر ريال مدريد لعبو حسن ما هو التكاهنات اي التكاهنات بتاع جاية مش نوة هي بتاع باش ريال مدريد الاهلي مش تعمل حاجة مع ريال مدريد جات من المردودة بتاع لكبات العربية في كوب ديمون وهي لا مقارنة من الجمعيات وليس مقارنة قالت قربي قال خمسين خمسين ايه شعبوية يستغل يستغل في بعض التصريحات اللي مشيح في مصر يستغل يستغل في هني قتلك في تصريحات اللي مشيح على مبتذى منصور ايه اخي ما هو حاب يعمل شوية شعبوية ما مشتلوش المرة هذي يلا بعد شوية مش نحكيه على التارج ريالي تونسي شباب بالوزداد في الجزائر والملعب اللي يستظيف المباراة بقى هم التارج بخصوص مباراة شباب بالوزداد نهار سبث ثمونتاش في ذري ثمانية بتعليل المباراة تلعب في الجي في ملعب خمسة جويلية كانت فهم امالا المباراة تلعب في ملعب نيلسون مونديلا الملعب اللي شفنا واستحسننا التجهيزات اللي فيه في فشان الملعب الذائع شنون المشكل اللي فيه محمد سيتم اغلاقه في ملعب خمسة جويلية في ملحلة المجموعات على الاقل الجولات الخمسة الاولى اللعب في ملعب نيلسون مونديلا سيكون متاحا بعد منتصف شهر مارس بعد مباراة المنتخب الجزائري في حالة اهل بتبيع للدور الربع نهائي الفرق الجزائرية بشتلعب في ملعب نيلسون مونديلا الشركة المكلفة بسيانة الملعب هذا او كعندهم شركة كابتن او كبير خاصة او كبير او كبير او كبير اولمبي ترى ان العشب يلزموا مدة شهر من اجل التعافي نهائيا بعد لعب عشرة مباراة عليه في مدة شهر تقريبا برشا ما تشويت عشرة عدد المباراة في الشان اللي تلعبوا على نيلسون منديلا دهكو علي كما قلت انتي جماهير فريق شابب بالوزداد تنتقد بشدة ارضية الملعب ذا لتعتبرها سيئة وسيئة جدا لكبتن والله شو تواهاكو سيدي والات في العالم العربي بستثناء بستثناء معناها البلدان الخليجية معناها سالكسيلنس يجيبلك احسن جارديني واحسن طراب وكل هم مع المغرب زادا كبتن مغرب يكون عندها معناها خلينا خلينا في امور خطرة هنا الجزان تعبستنا تعاك الجزان تعال الجنين وقت اللي البلدية هي له بالجزان وانتي فكرة في تبرس ولا وما انا استغرب استغرب معناها تدفع فلوس على البنية التحتية على ملعب ونحرش وكذا وامور واصفة عالمية اللي به الفايدة هو الميدان ولا تنتبع إليه انتي صرفت صرفت انا سماعت وقت انتبع في الملاعب الجزائرية اللي الميدان الكل إبريت فرحت انا خطر إبريت ينجم من ولكن هاو داك وعلي فهمتي هاكسوس اريت او اخرى معش العب ورا شو كان تصير مش اخرى ونفرح بها ونفرح بها الناس كل تصير ام مترة باجا وعند وعشرين سنة متبدل سانكيا مونديا الارض بلاي خلينا ساكتير طو معني مش وريك والله من بكيات المضحكات معني استاد تاعنا تاع رادس أصبح صارت افراح شكون يكري شكون يخلص تعطي 30 مليون تلعب تعطي 30 مليون كأنه مش معقول معني شو كابتن أحسن أحسن تجربة لبريد العشب الهجين ظهرت في روسيا تحكي ليه برشا وقت الأرضية في روسيا لماذا تقص في روسيا تقص بير تلش اخترعوا وقتها ولا تكرروا طريقة لبريد لا في مجازون وقت ارتفيسيال ونعبو في نال في نال شمبيز ديق بين تسلسي كيدوتر في نتحك أنت كابتن المايك بالميكرويك أمش نتلع المايك ترعبت كما الكوري تلعت هنصير أما ذيك السيستيم بتاع الشفاج من تحت فما ولكن الابريد بدأ في أوروبا الابريد يكتب عليك لكن أبدعوا فيه في روسيا الابريد ما أبدعوا فيه هو 60 واحدة معناها التكنولوجي واحد دو بوينت معناها رأي مكينة كبيرة مكينة معناها تعمل لك 65 ميل ولا قديش من النقبة كل مكينة تعلق خياتها وذيك وقت النقبة تهبت فيها الجزان تهبت فيها البلاستيك 20 سنتيمتر بعدش تهبت فيها بعدش يغرسوا الناتوريل الناتوريل يشد في البلاستيك ويطلع ويطلع عزوز مع بعضهم ووقتي يطلع عزوز مع بعضهم معناها دوز سنتيمتر تصير تن دوز والتراب والتراب سبيسيال والخفاف الخفاف عليه باش الملعبي ما يلقى التوازن تاعه سي اخر شو سمتني دوك اتمنى واحدك المغرب معناها تاو انت تصرف 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 لي بريد مثلا كابتن في منشن اللي انظرينا مش بريد عشب طبيعي عشب طبيعي في منشن مثلا انا زرت وشفت وقالو لي 18 عشب طبيعي انا غود نجيب لك لاليست دي ترا إبريد في فرنسا في كذا وفي كذا نجيب لنا كابتن نجيب لكل شي كابتن بي الكيب صحيح الكيب الفرنسية حكايت على مباراة ونجم المتلوي وعليش تم حذفها من مواقع الرهانات المات يوفي اربعة ثلاثة البارح كانت ثم شكوك حول ان وينتهي المباراة نتيجة المباراة بالتعادل و2.5 يعني اكثر من زوزة هداف ونصف تسجل في المباراة قالك مبالغ كبيرة تحطط على المباراة هذه حاجة اثارت شك الهيئة الوطنية للالعاب في فرنسا ذيك علش تم حذفها من موقع الرهانات محمد والله هو اول حاجة عارة لنا والمشكل زادة على حده يعني كل مرة تطلع لنا حكاية هكاية من عمنا ولزادة نفس الحكاية وتويكة واحد ما عادش ينجم الكورة متاعنا الكورة متاعنا يوليت حتى يعني ريبتيسيون خايبة لنحن الكوارجية للشمبيونات للإكيب ناشيونال يعني واحد من نجيم شيحكي في الأمور ذي أنا مع العقاب يا أخويا هبت وفتحل فيها تحقيق طيحوا يا أخويا طيحوا حتى الكتريان سمعت كهل يا أخويا خاطر كلمش نبعد ووليت بالحق مشكوك في أمر يا محمد نحن نحن حتى في العرف نحن تحكي لياكي نقول لك لاي صايرة نحن خارج نحن خارج وفي فرنسا واللات يحكيوا علينا يا أخويا أنا مع العقاب والعقاب الصار بسلطوف في الأمور ذي خالت قربي البارح نسألته وقلت له وانتي ريت كنت تلعب ريت قدامك تلاعب بنتائج متاع مباريات في مسير قال ما ريت حد شيء ماذا شقا انتي ريتش تلاعب لاي أنا ريت تلاعب ما يعني منحكوش فيه وشي تلا روحي ما تلاعب مش كما هكا مثلا مش على ننس الشي ولا على ننس تلاعب اللي ريت وانتي كيفاش مثلا تلاعب تلاعب أنا نسمع ونحن مش روي مش يعني مش ممش يكونوا واضحين كلمك شي مرة مثلا مسؤول نحن قال ليوني برشا مسؤولين عرضوا ليك مبارة حملية عرضوا لي مبارة حملية ايه ماشا قولك هايف نعطيك أنا حاجة صارت ماتش باجة بس دحمد الله يرحموا المغير بي ماتش باجة وجربة تلاعب ثلاثة نوع لايرا لا لا ماشي ماتش باجة وجربة وانا صغير يعني نلعب سينيور لكن صغير نلعبوا في باجة ونلعبوا تيح اللي تخسر تيح مع ساعتها الفازم تروازي ترونجيم تعلق تجربة في الكورسة يعني كانت هي تنجمة قديمة شوية ذي عام الفين كانوا عام الفين الف وتسعمية وتسعمية وتسعيعين حاجة كاللين كلموني أنا ساعتها مختارت ليلي آآ أنترونيور أنا كلموني من مسؤولين جربة بعثوا لي من مسؤولين في باجة كريمة قالوا لي كذا كذا واخوض 10 ملايين 10 ملايين عام قداش هذي عام الفين عام تسعة وتسعين اي والله والله كماتا كمتا خمسين مليون اقسم رونا نزيد الي كلمة قالوا لي عشرة ملايين وجابهم لي في انفلوب يخوي أنا بش يعني بش نكون يعني بش يبين انا شنو الرياكسيون تاعي اللي انا في الماتشا ذاكا زوز اخرجنا اثنين بلا اثنين واحد انا مركيتهم الاثنين يعني بش نحي والشكل كل كانك حتيت في قلبك اكثر لا اخويا صغير والله يا سيدي مش اقولك يعني بش نكون واضحي ما انا شديتني الغصة انا صغير وجيتني ورهبة ونلعب وعطياح وساعتها المخ نضيف برشا ما نتوقعش الحاجات هذه ما عنديش انا منقولك صغير نيه عشر ملايين ملاي عب صغير معنا كيما تاوى خمسين مليونة ملايين نيه كبتن نيه كبتن انا 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 عش رمعة عشر محتى ناحية جامعيتي انا انا كخناعة الشخصية وطربيتي وكذا ما يعرفوني انا فهمتي الحمدلله يعني موقف يعني كان اخضر كان سمعت بها لعبات ولعبت الماتش ما مركيتش انا بايع لكن يعني ما لعبتش الماتش في كل حالات بايع يعني الحمدلله ربي انصفهم مركيت جوز بلايش مركيتهم الاثنين الحمد لله. قبل ما نخرج فاسل ومش نحكيه على الجولة الأخيرة أيمن عبد النور يتأهل للربع نهية من كاس فرنسا بعد انتسار فريقه روداز على أسير ثلاثة اثنين موسم كبير لأيمن عبد النور في اللي يقدو أيمن عبد النور اللي عاد من الدوري القطري إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثانية أيمن عبد النور ومسيرته في تونس مع المنتخب الوطني التونسي محمد ترى أنه أيمن عبد النور تظلم نوعا ما في تونس لا أنا عكس لي قلت وانتي مثلا انتي قلت لي العب وكذا هو العب خمسة في فرنسا العب خمسة مباراة لكن بدايات عبد النور ما هيش كما تويك بدايات عبد النور أنا حشوفنا جوار واعد جوار ديسيبليني في التيران يقنع تويك عبد النور روند مونتع وطاح ني كبر في العمر رسينا رمال تشوف اندي تحكيلي تويك على انتي نحكيلي على ماتش ماكتار في كوب ننجم العديلك ماتش كوب أنا مش قاعد يلعب مش قاعد يلعب هو بناك وساعة ساعة في الجرادة ما هوش كوم فكي كريمه هو جواب على سؤاله وقال لك انتي هل تظلم في مسيرتو مع المنتخب الوطني التونسي مع تونس لا هو اخذي حقه طبا كابتن في مسيرتو تظلم في مسيرتو عبد النور تظلم فيش مثلا تظلم تظلم شو أصبح حالي ماتشا ذاك اللي قالوا هو ما حقوش لعبه هو هو وقتها بلسي ولعبه رقاش ويحكي يقول لي اينا اخويا بتونس ما نجمش نقول لا نحيا ذاك كل شو اني عندي سؤال والله العديد معني سؤال غريب عبد النور كيفاش المسير انتعوا راهي مثال يحتدى به في المثابرة وقت انتي تبدأ عندك المثابرة انا عندك ثقة في نفسك وعندك تكوين اخر ثانيا ألعب في فردي بريم قلت عمل عمل شهريين رجع ليتوال مشى لتولوز مشى لتولوز وعد سنوات من تولوز ومشى بدايات هذي كبت المونكو مونكو عمل شامبيزليج ولا في الأحلام سيلويكي هاليميني أرسونال وطلع كذا بعد خسره مع اليوفي وعمل ماتش به مشى الفالانس بفلوس ومشى بعدش المرساي بفلوس معنيناش فما زادروا كل اللاعب عندو هالإصابات هذي معنى لعنة الإصابات معنيناش عندي سؤال هذي للرأي العام لا مش الرأي العام نخطيني رأي العام حر رأي العام حر عبد النور لعب دودشكو لعب دودميسي لعب درونالدو لعب دود بنزيمة لعب دود هل ترى هذي اللي لعب ضد أحسن مهجمين في العالم ما عندوش مكان في المنتخب التونسي بلاي كلمة بارك في المنتخب كابتن تأخذ الدنيا غلابة انا زاد العبد ضد فلان اما انا خير منك يلا فاصل وراجعين مش نحكيه على الجولة الأخيرة من ربط المحترفة الأولى ماذا ساعتين وتف خمسين دقيقة علي فهم هذي سبورشيك الجولة الأخيرة ستأهل البلاي أوف الملعب التونسي بلاي أوت مع حميم سوسا والسيابي الى الشابة يسقط للدرجة الثانية الترجيه ينتزع المركز الأول من النجم الساحري أو النجم يفرط في المركز الأول بعد هزيمة وتعادل في أخر جولتين نحس برايك خلنا نحكيه على السدارة الترجي والنجم. ألسك الترجي فتك السدارة؟ ولا النجم الساحلي فرط في السدارة محمد؟ لا الترجي فتك السدارة لأنه فما استابللتي وفما تطور فما الإفكتيف فما ما نقول لك أنا فما تدي تاي صارت حتى في الماتش اللي بيناتهم فما بتدي تاي صارت واشنو هو في الوء الالترجي رباح النجم ذهب وإيه صحيح فما لا إلهه لله محمد رسول الله لالتوماتيزم الترجي أقوى فما لجمعين في مالتوماتيزم فما نضج أقوى شوي أفهمت أنت مشوفه بناتنا الماتش ديت حمامسوس شوفنا الترجي في فسحة يعني بدل الجوالات الكل قاعد يلعب شوف حتى بشتعرف في اللينتي يعني بدل حتى الغارديان بشي يعطيه ثيقة أكثر الدبشي وصيبة معزز بن شريفي هو بدل قاعد يبدل لكن يمكن أنا يمكن إش بدني حاجة تصريح متاع المدارة متاح ممسوسة قال نشكر التراجع على المثيق الرياض أنا مثلا أنا أقول لأخوي الحاجة هذه من حبش نسمحها أنت تلعب على البلايوف وجمعية مطالب الربح مطالب الربح وأنا كي شوفت الماتش تفرج فيه هنا الماتش ديفونس كونتر اتاك ديفونس كونتر اتاك وأنت عندك جمعية باهية وقاعدة تكور نورمال مو أخويا أنت تلعب أنت تلعب وتكور كذا وجيت تحكي على المثيق الرياضي شو مدخل المثيق الرياضي فيه كابت أنت رجي فتك سدارة والنجم فرت فيه أعم شي جاوبك جاوب إخ مو في الماتش فما شكون يبدأ قوي ويوفى ذعي اللي طوال بديت قوية في الدورة المصغرة هذه دورة مصغرة فهمتني بديت قوية وفي آخر المطاف معناها صار تراجع التراجي العكس تراجي من الأول كانت مذبذبة وتوى معناها مع مرور توى أربعة أربعة مباراة وكذا تراجي فيه نسق كبير هذا النسق اللي يسمح لها باش تتصدر البطولة في تراجع اللي طوال نقايز في اليتوال ده نقايز في اليتوال فهمة رجعوه في اللاكس مضروب نحبش ندخل في الديتاعي وإعطاني سؤال با وذك هوا معناها با ويشون كحكية كل على بنتو معناها على حواف بنسبة لنادي الفريق نادي الغندري يعود بعد الأخبار اللي ربطته بفريق عجمان الإماراتي نادي الغندري هابت ستوري على انستغرام قال أنه بش يرجع وبش يكمل اللي يتبقى من الموصل مع النادي الفريقي بنفس الروح وبنفس المردود اللي ريتوني بيها كشنو أقال نادي الغندري لغم أنه كان يرغب في الرحيل من النادي الفريقي والله هو عنده الحق بش يمشي وعنده الحق بش يطمح عنده الحق بش يربع فلوس عنده الحق بش خضر جوار أنا كتقول لي أنت عملت عليك مزية ورجعتك أيسحي عملت علي مزية لكن أنا كنت قد لمزية هذه وبرشة جوارات ترجعتهم ما نجحوش لكن أنا خدمت على روحي وبينت وبرهنت ورجعت الفورمة ونفعتك لكن أنا مع الإدارة أنا مع الإدارة أنا أخويا السوم اللي يعجبني أنا 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 نحكم فيه ما عجبنيش سوم كذاك أنا نحب السوم خير لكن ده بش يخرج بلايش موحام هي هذي كان الإدارة هيش تقر أنا الإدارة شفت 150 150 ألف دولار وصل حتى 170 وكل مصعدين يوصل المتية والله أنا أنا شوف أنا أنا أنت وين تحط روحك تحط روحك الفوق أنت كان جيت مسؤول تبيعون عند الغندري لا ما بيعوش ما بيعوش في الظرف اللي أنا في أنا طويكة لكلوب أفريكا في في البركورة متاحة في مرحلة بناء فريق يصير فهمها ركيز في الفريق أنت جي وطول إحنا دخلين شمبيونات ودخلين كذا جيت ناحي ركيزة كبيرة عشرين ثانية كبير؟ عشرين ثانية أن ثمن الانتقال لا يحدده الشاري يحدده الباقة وفات الحكاية مئتين ألفين هاي يقول له ومشي أخويا وربي فضلك وربي خليك ثانيا كيفاش تحب تشدم لعبي ضد إيرادة تاعه ثالثا كيفاش بيش يرجع للتدريب بعد ما صار كل شيء رابعا وأخيرا رابعا بإجاز رابعا وأخيرا أحسن جواب جال بارح من باجا من لاعبين أنت نادي الإفريقي أن نادي الإفريقي لا تاقف على أي لاعب وأن الإفريقي تألق في غيابه لا أكثر ولا أقل خليه وإخويا يمشي على الروح ويربحوا مئتين ألف دولار وفات الحكاية وربي وربي وجوه قبل ما نمشي الحسين فما فيديو دارت بارش على الفتاة الستجمعي فرحة لعبي الإفريقي بالتأهل بعد الانتصار على الولمبي باجبون إفريقي تأهل من جول الفارت لكن الفرحة بالانتصار على الولمبي باجبون والله أنا مع الفرحة صحيح مع الفرحة لجوارات مع الفرحة أنا مش نشوع نجي نسلم عليهم وقولوا هاي في لما أنا لعب لما تشباهي نفرح وكان جيت أنا معهم نفرح وعندك الحق تفرح والمسؤولين عندهم الحق يفرحوا معهم أما أخويا أنا فهم حاجات زايدة ريتها ما كانتش تكون أنا أخويا نفرح جوارات مسؤولين البنادرية اللي معاك هما لسبب المشاكل في كلوب أفريكا نظف الفستيار دخلاء يعني دخلاء أنا نسميها بنادرية دخلاء نظف الفستيار أنا مع الفرحة ومع المسؤولين كي تفرح وشيخ وعلى وعلى خنكملك على الضغط الهائي اللي كان عليهم عندهم الحق يفرحوا وبطولة جديدة شكرا لك محمد حسين مرحب بيك شكرا لهم حسين الحمد لله سيابي قعدت وأدعو كل محالين رياضيين أنهم يأخذوا نفس المواقفة اللي خلاوها دعما للمدربين في المباراية اللي جاية وكهو دونك دي بشتلعب الويحظر بتلعب الويحظر دي بس لبس لبس دي بس رسالة مشفرة دي وقصف دي بس لقصوات الرياضية رو جزت وحبيت نقول للناس رو ما صار شي رو فيل ما تش الأمن تدخل وقالوا نعطيك اسكوخت بش تاوح وكاو عليش ما صار شي نحكيوش فنيا نحكيو على قيمة محد ما شكك في قامة قيمة خالد الرياضي هالهجمة المنظمة هذية فرصة فرصة خنعبر عايش بي ماكم جمعة كاملة تحكيو فرصة تلاثين مش تحكيو على التظاهرة هيمة جدا تنطلق غدوة وتتواصل نهار تسبب تحول الدراسة في الخارج شكرا لك حسين شكرا لكم كل فريق العمل تسمعوا الأخبار ألو إيفم أقبلنا جماليك العبيد نحن نتقابل غدوة ما سعطين ما ثلاثة باي باي